اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحفة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية المساء لعنونات المفتشية العامة للداخلية والمالية تفضح خروقات تدبير الجهات وفي التفاصيل شرعات المفتشية العامة للداخلية والمالية في نشر غسيل اختلالات الخطيرة لركماتها في ظرف وجهز عدد من مجالس الجهات في تدبيرها لميزانيات بمئات المليارات ووفق مصادر اليومية فإن تقارير التفتيش لسلمة نسخها النهائية لعدد عفوا من رؤساء الجهات وقافت على خروقات بالجملة لمصادر الصفقات العمومية بقى التفاصيل يمكنكم تشوفها بيومية المساء تهريب أكثر من مئة طفل مغربي عنوان اختارينها لكم من يومية أخبار اليوم وفي التفاصيل كشفت تحقيقات أمنية أوروبية إسبانية عن معطيات موتيرة عن عمليات منظمة لتهريب واختطاف أطفال عبر وسطاء ومهربين محترفين من المغرب إلى إسبانيا تابعين لمنظمات إجرامية مقابل مبالغ مالية مهمة وتقوم إحدى هذه المنظمات بابتزاز أسر الأطفال بعد تهريبهم إلى إسبانيا برنة عبر المعابر الحدودية بمليليا وسبتة أو بحرا عبر قوارب الموت باقي التفاصيل يمكنكم تشوفها بيومية أخبار اليوم وختم الجولة بيومية الأحداث المغربية والإعنونات الفيفا يتحرش بالمنتخب وفي التفاصيل حضرت فيفا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من انتهاك اللوائح القانونية المتعلقة بسلامة الجسدية الخاصة باللاعبين بعد قيام هيرفيرونارة بإشراك اللاعب نوردين لمرابط في مباراة الأسود أمام البرتغال والعرفة تقيتالية وتألق غير مصبوق من اللاعب والذي جعل العديد من المحللين يعتبروه أنه كان الأفضل وكيستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة باقي التفاصيل يمكنكم تشوفها بيومية الأحداث المغربية بهذا الخبر كان وصلوا ومشاهدين على خشام شوفوا الصحافة إلى اللقاء واضمتوا في رعيش الله موسيقى